سيد تموم حنود السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ؟ إزاك يا أمي ربنا يرديك إزاك يا حضرتك؟ الله يرفضك وحضرتك بالصحة والسلامة الله يبارك لك يا ربي والله يا شيخ أنا أنا في قرب عايزة الدعاء بتاعك بس في قرب جامل حاضر حاضر ادعيلي ربنا يفوق قربي وأنا جوزي متوفي فأنا هو كان يعني كان في رمضان ما كانش صام العشرة الأخارة نعم هل يجوز أن أنا أصوم له اليمندول لغاية لغاية اليوم التاسع حاضر حاضر ساكرين أفضلك بالله عليك تدعيلي فوق قرب يا رب حاضر يا أمي حاضر يا أمي حاضر يا أمي رحم الله الزوجة الكريم رحمة واسعة وأسكنهم فسيحة جناتي وأسأل الله العلي القدير بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا توسل إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة اللهم إننا وتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد شفيعنا إلا فرشت قرب أختنا أم محمود فرج اللهم قربها ويسر حالها وأزح همها وأزح غمها واكشف عنها ما هي فيه بحق هذا اليوم المبارك وبحق تلك الأيام المباركات وبحق تلك الساعة المباركة وبحق دعوة من دعوات الصالحين تؤمن على ما نقول اللهم أمين سيدنا محمود قالت حتة جميلة أولي سألت سؤال حلوة أولي هو ينفع ياعمي الشيخ اللي هيصوم العشر الأول من ذي الحجة يصوم بنية القضاء سواء لنفسه أو عن غيره من رمضان أيجوز ولا شيء في ذلك مطلقة أن يجمع بين النيتين فلا حرج عليه مطلقة ولو أنت اتأخرت شوية أنا كنت هقول الحتة دي أمو محمود ولكن الخير فيك بالسبق إن شاء الله يبقى يجوز أن حضرتك تصوم أو حضرتك تصوم العشر الأوائل من ذي الحجة بنية القضاء من رمضان أو بنية كفرة نذر أو بأي نية عليك لا بأس أن تجمع بين النيتين ست موسمية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحب حرقك قوي يا سيدنا الشيخ والله أحبك الله ورفع قدرك ربنا يخليك لو سمحتك فقلت الشيخ أنا كنت عادي أسأل إحنا بصلي بواما بالفجر يعني صليك هتنكمل الوطرة قبل الفجر ذا كده كويس ولا صلوهم بعد العشة زي الفل جميل ماشي طب بعد إذن حرقك يا سيدنا الشيخ النفسي حرقك تدعي لنا قوي أنا والكواتي وبصلاح لحلنا وأولادنا وتدعي لبابا ربنا يفوق قربه ويسد دينه يا رب الله مأمين كده وإستاذ المشاهدين إن شاء الله حاضر يا سيد أم سمية حاضر قيام الليل بيبدأ من إمتى بيبدأ من بعد صلاة العشة يجوز أن أنا خلص صلاة العشة وبعدها بنص ساعة أو بعدها بعشر دهائق أصلي آه لو أنا بنان بدري آه ما فيش مشكلة طب لو أنا عندي يقين أن أنا هصحى يبقى تأخير الصلاة أفضل إلا إذا خفت ضياع الوقت مني بالنوم لكن لو أنت عندك يقين أن أنت صهران أو حضرتك هتصحى وعارف أن أنت تصحى يبقى أخر أخر للثلث الأخير من الليل ففيه تجاب الدعوات وفيه تفرج القروب أسأل الله العليا القدير أن يزيح هم الوالد الكريم وأن يسد دينة وأن يفرج هم وأن يحفظ شملكم وأن يحفظكم من كل سوء وشر ومكروه اشتركوا في القناة